صباح بحضراتكم على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وكل سنة وانتم طيبين خلاص بقى رمضان على الأبواب ومع يعني حلول الشهر الكريم دايما بنستعد لهذا الشهر المبارك بالعزومات والصفرة المصرية اللي دايما عارفين ان فيها إفراط إلى حد ما في أصناف بقى حصرة لها يعني بتكتر دايما التخوفات من الصفرة المصرية بسبب زيادة الوزن بالإضافة لعدد من الأمراض المرتبطة زي الضغط وغيرها من الأمراض اللي ممكن بتتسبب فيها الزيادة في الوزن طيب بنسأل سؤال إيه اللي احنا هنأكله وإيه اللي احنا مش هنأكله ده السؤال المنح اللي يمكن كلنا نبتدي سخنانين كده على بداية رمضان ونقول لأ نحنا هنعمل دايت ونلتزم ونأكل كميات صغيرة لكن للأسف على نص رمضان الموضوع ما بيكونش كده خلص تحديدا مع وجود حلويات مرتبطة بالشهر المبارك تحديدا طيب تفاصيل كتير قوي عن النظام الغذائي السليم ده اللي هنعرفه من خلال ضفتنا اللي من ورانا في الستوديو الدكتورة مها راديميس أخصية التغذية العلاجية صباح الخير يا دكتور صباح النور كل سنة وانتو طيبين والمشاهدين الكرام طيبين وهي رمضان مناسبة حلوة الناس كلها بتحبها كلنا بيبقى فيها لامة صحيح بس هي لامة تبقى الأكل يا بقى بالضبط دي المشكلة يا بقى ناكل ايه؟ يعني ده السؤال الملح اللي دايما كلنا بنسأله ونقول خلاص احنا هنعمل دايت ودايما الدايت مرتبط ايه؟ أول السنة أول الأسبوع لأ ده في رمضان هيبقى فرصة حلوة اللي احنا هنخص فيه وفعلا بنبتدي بباور أو بنبتدي بطاقة وبنضعف يعني يومين تلاتة لأ مش هنعرف نعمل كده وبنضعف قدام الأكل اللي احنا نقدر اللي احنا نستخدمه أو نلجأ له كنظام غذائي في رمضان ويخلينا نستمر حتى نهاية رمضان ونخرج بالحفاظ على الوزن أو إنقاص الوزن هو سؤال مهم جدا طبعا أولا كلنا بنبدأ ونقول بقى هنعمل ريجيم وهنخص ونضعف ونضعف ليه؟ نوعية الأكل اللي احنا بنكلها اللي هي مثلا إيه الحاجة الحلوة والنشاويات والعزومة والنهاردة بقى أنا هاكل جامد ومن بكرة هبتدي بيحصل أوفرستيميليشن البانكرياس يعني البانكرياس بيشتغل جامد عشان يغطي على الوليمة اللي احنا كلناها فياخد كل الأكل ده يحاول دهن ويخزن فاللي بيحصل أن السكر في الدم يقل لما السكر اللي في الدم يقل نجوع ونهبطوية يلحقوني ده نعاوز حالة حلوة فناكل فنزيد زيادة فيحصل إيه؟ إن القصة دي تتكرر فالبانكرياس بعد كده يبتدي أول ما نبتدي ناكل يفرز اللي هو بالعامية يعني كمية كبيرة قوي من الإنسولين بقى يحضر نفسه فكمية الإنسولين تخلينا أكتر جعنين والجسم يخزق ونخش في الدائرة ما نعرفش نخرج منها ونبقى على طول بالتالي جعنين عشان كده مهمة قوي إن أنا أخد بالي أنا باكل إيه والكمية اللي باكلها قد إيه وحاول أفرمل نفسي بإننا لو تاخد بالك حاجاتك إن كل الناس باكلوا بسرعة قوي يعني بنعود تيك تيك كده بسرعة لازم ياخد بالنا حين ننضغ المضغ في حد ذاته بخلايا نشبع من نص الكمية إن أنا أبتدي بإن أنا بأخد المشروبات الأول سواء كان المية والعسير اللي هاشرم وطبعا ناخد بالنا بكمية السكر الشربة كل ده بيعمل بيملى البطن ويعمل شوية كنترول على كمية الإنسولين الجسم بفرزها نهاية دي الأساس فعشان كده فأقدر أحجم الكمية اللي أنا بأكلها فبالتالي اللي عملية مش هتبوز منا بقى ونأكل جيب نوع الأكل هو ده أهم حاجة طيب رمضان معروف باليميش والبلح والكركديه والحاجات دي كلها فزي ما حريك قلت إن في الأول لازم بنشرب مية أو العصير وبعد كده الشربة فقرة العصير دي في رمضان أصلا لوحدها ليها جزء يعني موجودة يعني أحمد دحيك لي دماتي شاكله بياكل يميش كتير لا مش هميش بس أنا بأشرب بس يعني قاعد أشرب كمية عصير كتير قوي وعلى الأكل اللي نفسي مش عارف يأكل مش هادرة بس تستنى شوية وتلاقي نفسك بتاكل جامل في ناس بقى بتقول إنه باليميش ده البلح عمتن الرقم الفردي يتخن والزوج يخصص شمال نعم عايزة عارف صحيتها هو مفيش طب ما أنا ممكن أكل الفردي مثلا واحد وعشرين واحدة ما أنا هادخن لا مفيش حاجة اسمها كده أولا هو طبعا التمر أو البلح مفيد جدا ده أول حاجة ليه؟ طبعا لأنه هو سنة سينيلي إن اللي بيغزي المخ البلح اللي سكر الجلوكوز هو ما ياخدش حاجة من كل الماكل ده أغير الجلوكوز فاللي بيحصل إيه؟ لما أكل عشر خمستاشر بلحاية أنا زودت كمية السكر في الجسم الجامل ده قوي فاللي بيشتغل واللي هيستفاد البانكرياس يعني هاي يفرز كمية عالية جدا ياخد السكر ده إنما لما أخد تلاتة بس كمية قليلة آه هي حتطلع هيبقى كمية الإنسولين للجسم يفرزها أو البانكرياس يفرزها قليلة فاللي هيستفاد من السكر المخ تلاتة مش سبعة إن البعض بيقولوا السبعة لا ما هي السبعة بقيت كمية كبيرة أكتر من احتياجنا يعني فكرة الرقم الفردي كسنة كسنة في كمية قليلة تمام فكل ما بنقلل وأنا بحجم كمية أو بسيطر على مستوى ارتفاع السكر في الدم أنا اللي ببقى كذبانة تمام بعد كده بيجي بقى نوعية الأكل أنا أكل يعني أنا كلت بالح وكلت عصير وبتديت بالحاجة وبالمكارونة أو روز أو الحاجات أو اللي عيش لا بيض طب أنا كده بقى أنت متخيل كمية الوجبة دي كلها تخزيني تمام وأنا بيأكل الشخص يلاحظ أن هو بيأكل الحاجات دي بقى بحيث أنه جعان جدا ياه ده أنا جعان وأنا كنت قادر أصبر إزاي على الأكل هو مش كده هو الإنسولين اللي بيتفرز عشان يلاحق على الواحد بيأكله فبيجوع فأنا لو خدت بالي إيه نوع الأكل وكمية الموضوع هيتزبت المشكلة فيه لو أنا عندي بقى مريض في البيت سواء كان مريض ضغط مريض سكر أو بري دي بيتك ما هو قبل السكر أو عنده مقاومة إنسولين أو عندها تكيس مبايد كل ده بيفرق جمد جدا ومش بس بقى بيأكل ده بيأكل وبعد وش بقى نبتدي نروح للدكتور عشان أصار الأكل دكتور مها يعني عاوزين المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا بقى يجيبوا ورق وقلم كده ويكتبوا ورنا إيه الوصفة المثالية اللي أنا أقدر أتناولها كأصناف متنوعة ومتعددة رضيت فيها يعني أقول إيه الرغبة رغبة الشبع أو الجوع اللي موجودة عندي وفي نفس الوقت ما حرمتش نفسي لكني ماشي على نظام غذائي سليم تمام هنبتدي الأول نحن ناخد بالنا من المشروبات فأهم حاجة أن أنا أخدها أن أنا برضو الجسم محتاج لمية المية كمية مش محتاج لمية فيها سكر فبنشرب المية بناخد البلح ممكن البلح ده يبقى في مية ويتشرب بعد كده بنبتدي ناخد الشربة كسويل تهدي المعدة تهيئ آه لأن ما تنساش أنه نحن هو عامل زي هو سام رمضان أنا بشبهه بالزبط اللي هو سام المتقطع بالزبط ممكن أطلع مليان أدخينة وممكن أطلع خاصة لو أنا أخدت بالي من نوعية الأكل فدايما أنا حتى بقول أن رمضان 30 يوم فمش لازم أكون الحاجات حلوة كلها في يوم كل يوم لو خدت حتة أنا هيكفي التلاتين وهعيد عليهم تمام؟ عرفي يا دكتور الفكرة في إيه؟ والبروتين يعني أهم حاجة البروتينات ونوع والحبوب الكاملة في الأكل بحيث أن أنا أتغزة يبقى له أكل غني ببيتامين بي 12 يبقى سهل الهضم ده مهم قوي يبقى فيه محتفظ كيف يبقى الأكل الغني بالبيت 12 البيت 12 سواء كان اللحمة البقول المكسرات كل ده غني بيها 12 وده مفيدة جداً لأنها مهمة عشان العصاب مهمة عشان الجسم طبعاً في رمضان هي أكتر حاجة غنية بيه اللحوم ففي رمضان بيجيب فرصة يعني حتى الهوم ما بيجيبش بيبقى فيه الناس بتدي بعض بيجيب فيه تواصل بين الناس فكل الناس بيقى عندها فرصة أن هتاخد الوجبات الغنية ببيت 12 من نعمة ربنا علينا أن بيه 12 بيفضل متخزن في الجسم لمدة سنة وسنتين لسنة فالشخص أما بيأكل في شهر رمضان بيقدر يحصل على الكمية المناسبة من بيه 12 طيب يعني يا دكتور بوستي عايز أسأل حريك سؤال دلوقتي نحطي نفسك مكان يعني إحنا فكرة الكل سنة فيه ترند جديد للكنفة والمش عارفة إيه والكلام ده كله إيه الكميات المناسبة من الحاجات دي برده دي مهمة جدا مفيش عارفة لا هو بيختلف يعني ما أنا مقدرش أقولك آه ما إحنا هندوق بس بي أنا تبتلي بهدوق دي يعني سبقيني والله يا دكتور تبتلي بهدوق بهدوق فعلا أيها وفي ناس بالدود بصلا إيها إيه دا يعني كملت ليه؟ لأنه بيختلف حسب حالة الشخص يعني مثلا فيه حد أنا ممكن أقوله آه أنت ممكن تدوق ليه؟ لأن أنا عارفة كويس قوي أنه مش داخل فيه مشاكل في كمية الإنسولين تمام؟ مش داخل مش معرض أن يخش في سكر ما عندهش مقومة إنسولين فده ممكن يدوق إنما فيه حد اللي هو عنده مشكلة مع كمية الإنسولين وانس دا مش قدر يوقف صحيح فدي بتخلي وبعدين ببالسان ما بيختلف إنتي عاوزة تخسي ولا عاوزة وزن الكسبات ولا عايزة تتخاني فدي لأن مجرد ما بندوق إحنا بنفقد السيطرة نحنا أكيد ما نتكلم على عايزة خس في الحالة دي يعني آه يعني لو دونا حتة صغيرة مثلا آه الحتة حنت لو تخذ بالك إن إحنا بعد أربع أطماط إحنا ما بنحسش بتعمل الأكل لأني بيحصل تشبع لخلال تزوق العلسان بس إحنا متعودين لازم نخلص اللي قدامي فلو أنا خدت بالي إن أنا أكلت بطء وخدت معلقة والتانية والتالتة بعد كده أنا ما بحسش بالطعم أنا ببقي خلص اللي قدامي صحيح فدي بتبقى مهمة أوه طيب بمناسبة يعني اللي أنا هدوء ومجرد ما بيأخذ كمية صغيرة ببتدي اللي أنا أفرط في الأكل أو الإسلام في بعض الناس وأنا مش هخفي عليك سرا يعني أنا منهم اللي مجرد ما بيأخذ يعني بيبعندي إرادة قوية جدا أنا هعمل نظام غذائي كويس وبعمل ضايت يوم التاني التالت قاعد في قاعدة مع صحابي في أي نوع من أنواع النشويات مش غالك سكريات بس كمان لا نشويات مجرد ما أنا أخذت النشويات بلاقي نفسي اللي أنا فتحت وما فيش كنترول لعدة أيام أو بضعة أسابيع كمان مش عارف أوقف فده اللي بيأدي بعدها لما كنت خسيت كيلو أو اتنين في أول ثلاثة أربعة أيام بلا نفسي زيتهم خمسة فازاي اللي أنا أقدر اللي أنا أسيطر على دي وفي البعض بيقول اللي أنا النشويات مثلا أبدلها بدل الرز بفريك هل ده صحيح ولا لا؟ تمام الشخص اللي بيعني من المشكلة دي إحنا دايما بنمشي على الجليكيميك إنديكس اللي هو معدل ارتفاع السكر في الدم ده البروجرامز دي هيدي الوحيدة اللي بتناسبه لأن ده بيبقى عنده هايبر إنسولينيميا زيادة في إفراز هرمون الإنسولين بيبقى قابل إنه بعد الشهر يخش في سكر وعنده قابلية عالية للتخزين فهوانس ده البجرات يقول ياه وده حيبتدي يأكل نلحق نفسنا ونبتدي نفرس كمية الإنسولين فده بيبقى مهم جدا جدا نوع الأكل اللي بيأكله بالزبط زي ناس ايه تقعد طول اليوم ما تاكلش فرحانة وبالليل ما تاكلش غير بالليل فتيجي تاني يوم الصبح بقى بطناها مليانة مش هادر لا النهارده أنا هعمل رجيم فتمنع الأكل خالص وضع في بالليل طول اليوم لغاية ساعة ستة خمسة وتاكل جامد جدا وتبقى دايرة مش هادر بنوقفوا منها ليه برضو لأن بينشطوا حاجة اسمها الدايرة اللي بتحمي الجسم من المجاعة فعشان كده بيقول دايما ان ايه ان لما أنا بستشير طبيب متخصص هو بيدلني السكة اللي أنا مشيها يعني مثلا ايه مش الهاي بروتين الموضة في الرجيمات كتير قوي هي بروتين هي بروتين سابر متقطع يا بقى والكيتو كل وقت كنزويوي فكل ده بنسمع ليه بس إيه اللي ينسبك إيه اللي انت جسمك محتاجه يجيب معاك نتيجة هي دي اللي مهم لأن كمان نوعية اللي أكلة أنا بيبقى كلها بتحكم برضو في الشيب بتاع الجسم يعني أنا ما أنا ما بقولش خالص وخصى الناس اللي عندهم أرداف طيب بصلا الوش خاصه من فوق خاص وفيدل الجزء الأرداف زي ما هو أو لو عملوا فعلا دايت زي ما حديك بتقولي والشوم يخص جدا جدا والجسم يخص وكل حاجة بصلا شوم مصصحي شكله مصصحي وأكيد من الناس بتجيلي أنه بعد ما خصت وزنك اللي هي زيه الشعر وقع الوش شكله مرضان تادي تاكل تاني فطبعا كل دا بيختلف وبتبقى يعني فورصة شهر رمضان فعلا لو أنا عملت نظام السيام المتقطع الصح أنا هطلع من رمضان خاصة وفي حيتي كويسة وبيكل يعني طيب حضرتك قلت دلوقتي أنه مهم أن أنا أخذ البروتين بتاعي والأكل اللي فيه بي 12 في الجو كمان يعني خلييني أقول حضرتك أنه كمان الجو متقل في أيام هتجي حر قوي في أيام بالليل هيبقى ساقعة شوية الصح أن أنا أفطر عليها عشان أخلي الجسم هيدريتد وفي نفس الوقت أخذ العناصر اللي أنا محتاجاها وفي نفس الوقت ما أتأثرش بالسيام مجوعش يعني وطبعا أخذ لو أنا عايزة يعني نمرة واحد زي ما انتفقنا المية التمر السلطة كمضادات الأكسادة وخصوصا في الجو والحر والسلطة دي ممكن يتحطى عليها قطع صدور فراغ فاصوليا عدس فبقت كميتها غزائية عالية جدا صحيح بعد كده بنبتجي بالبروتين عشان نعمل فرمالة للجسم عشان ما جوعش وبعد ما أكل البروتين البروتين ده ممكن يبقى عدس ممكن يبقى فول ممكن يبقى لحمة فراغ أي نوع من أنواع البروتينات ممكن يبقى بيد وبعدين أبتدي أكل الحاجة النشاوية اللي أنا أكلها يهميني إن أنا أكل ببط أندو الأكل كويس إن كما تبقى محدودة يعني أنا غريف الطبقة بكام قبل النشاويات يعني الفرخ أو اللحمة أو العدسة أو كده قبل رز المقارون في الساعة دي هتبص لقي نفسك بتاكل كمية النشاويات قليلة تمام الحاجة الثانية إن الطبقة بتاعي يبقى محتوط لو أنا حطيت الطبقة قدامي وشفتك كمية هعرف إن أنا كلت إنما الناس اللي تقول لك لا أنا مش هيك وتفضل تاخد أطنف ما بيعرفوش هم أكلوا إيه وتحسن هي يعني مظلومة ده أنا مكلف مكلف ليوهم نفسه مكلف خلصت نصت الأكلة ومكلف بمناسبة أنواع والأصناف الكتيرة من الروع الدايت تحديدا لو هنتكلم على الهاي بروتين بعتبروا اللي هو الموضة اللي ماشية ببنع جسمي تماما هاي بروتين وكيتو الاتنين دول هما الترند اللي طالعين دلو هو هاي بروتين كيتو أتكنز هما التلاتة واحد صحيح لو هنصنفهم واحد واحد الهاي بروتين تحديدا باخد كمية كبيرة جدا من البروتين وبامنع نفسي تماما من النشويات يعني في بعض الدكاترة بيوصفوا لهو امنع النشويات خلصوا قطع وأنا بالمناسبة خضعت النوع من الواقع ده تحديدا بس وانس اللي أنا رجعت ماتعرفش ترجع تاني ماتعرفش أرجع تاني وبحس ما فقدته بقى ضعف بالزبط كده فهل صح اللي أنا أمنع جسمي تماما من النشويات ولا بكميات قليلة طبعا غلط جدا لأن النشويات دي اللي هي بتدينا طاقة نمرة واحدة آه الجسمة بناخد بروتين بيبتدي لما ما نلاقيش بيبتدي يحول بس الهاي بروتين في مشكلة فيه أولا بيعمل هشاشة لأنه بيمنع نصاص الكالسي نمرة اتنين بيعلي اليوريكي أسد نمرة تلاتة لو أنا عندي مشاكل في كيلو أنا جالي حالات جالهم فشل كالوي بسبب الهاي بروتين وناس جالهم اليوريكي أسد عالي جدا فكمان مش أي سن بنمشي فيه والفترة محددة إنما الجسم الجسم محتاج لكل أنواع الأكل ممكن أنا تفادى ده إيه يعني فيه ناس كمان اللي هي في الوراثة وراسيا في عندهم أمراض قلب أو كوليسترول خلصوا الهاي بروتين والكوليسترول العالي ركبوا دعامات دي أكم من ناس كتير جدا حصلهم كده فعشان كده لازم لما جي أتبع بروجرام بيبقى الفترة محددة بيبقى تحت إشراف طبي وخاصة الرجيمات الموضة أنا بقى تحديدا عاوز أحط ألف خط وخط تحت إشراف طبي لأن أحيانا أنا شفت بس أنت إيه ده الله أنت خسيتي قديني النظام بتاعك اللي أنت مشيتي عليه وامش على نفس البروجرام اللي هي مشيت عليه ولاقي نفسي لأن أولا الحرق قل الثانيا العضلة اللي هي آلية الحرق قلت فالجسي بيعنده شراها للتخزين أكتر والحرق بيقل فدي مهمة أوي أوي نسا نكمليني الكلام مع حياكي دكتور ماهر لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكي باقي فقراتنا يعني نصيحة كل حد مقدم على شهر رمضان بإرادة قوية تابعوا الفقرة دي لأنها فقرة مهمة جدا مع الدكتورة ماهر دميس لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم الكلام مرحبا حياكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولسه متواصلين في فقرتنا مع الدكتورة ماهر دميس أخصية التغذية العلاجية دكتور ماهر يعني طولنا على حضرتك يعني بس عاوزين نعرف سريعا بقى إيه الوصفة اللي يقدر يمشي عليها كل السادة المشاهدين علشان ما يخسروش يعني أو ما يزدوش مش عاوزين نخسر دلوقت لا ما نزدش السبات أضع في الإيمان علشان ما نزدش وفيه على فكرة برضو الناس نحيفة بيبقى عندها مشكلة جامدة جدا فمفروض فترة يعني بقى عندهم صعوبة في رمضان إن هم يزيدوا كمان فدي بقى مشكلة بس عشان ما نزدش نمرأ واحد نسيطر على ديء لابيض مش هقولك طب من كده يعني مثلا العيش بقى العيش البلدي البلدي ده بتاع الدولة الحلو ده هو ده أخد العيش في الصحور بس واجبة الإفطار يبقى عليها الصنف واحد نشوية في الصحور قبل النوم؟ ده في ناس بتقول لا بدري لا واجبة الصحور بناخد فيها العيش البلدي بس العيش بقى ماخدوش في واجبة الإفطار في الإفطار هيبقى حاجة نشوية سواء كان مكارونا روز الفريق الكمية تبقى محددة يعني هاخد مكارونا ياخد روز مش لازم كل أنواع تبقى ما روعت حتى ولو كانت على الصفرة تمام؟ زي ما اتفقنا نحن هنبتدي بالسويل عشان نملأ البطن والمعدة تهتة لان ما ننساش كمان ان الجهاز الهضمي كان بقى له كام ساعة ما بيشتغلش ومريح بقى فما ينفعش فجأة يلاقي تيكي كده في وشه حاجة حلوة الحاجة الحلوة دي بالزبط زي انت نازل البحر ولاقيت موجة جمدة جدا بالزبط كده الحاجة الحلوة بتعملها في جسمنا فلازم ناخد بالناء آه هناخد واجبة الإفطار ونبتدي بالسويل ونبتدي بالشرباء السلطة مهمة جدا لانها غنية بمضادات الأكسادة اللي هتحمينا من اللي احنا هنأكله المقليات ما تبقاش كل يوم المقليات انا بافقد القيمة الغذائية جدا اللي بتاعت الاكل يعني زي البطاطس المقلية انا بشيل كل البيتامينات والمعدة في القشة وبقليها عشان ااخد كل زيوت المدرج اللي هي مدرة وكلها فتكون النتيجة الكبد الدهن آه ناخد بالناء كمان من بعد كده يا ألية يا نشويات احنا دينا 30 يوم يعني هنقعد نستعرض فيهم اللي احنا عايزينه انما لو انا هاكل حاجة اللي انا بشوفها في برامج التلفزيون لازم تبقى كمية محددة ممكن نقول مثلا ناخد فنجان شاي نملا ماشي تبقى حاجة كده معقولة وزي بتفقنا الحلويات مش كل يوم مفروض ان النشويات بتبقى دل كاف تمام اللي عايز ببقى دل كاف كل واحد بقيده بقى يعني دكتورة مهد راداميس يعني علامة من علامات التغذية في مصر عمتا كل شكر لك يا علام معلومات دي كلها بنتمنى ان احنا نتباعها واكيد السيدة المشاهدين عشان يبقى عندنا يعني او مش بس نخسر وزنة لكن كمان صحتنا تبقى كويسة ونبقى شكلنا لطيف وعجبنا كل شكر لك يا دكتورة مهد راداميس خصائية التغذية العلاجية اشتركوا في القناة